بسم الله الرحمن الرحيم أرواح حسن ياسين عز الدين من اليمن أنا مع أطروحة تدريس الدين الإسلامي في منهج التعليم الحكومي لأنه يلعب دور كبير في المجتمع ولكن يجب أن يكون تحت إشراف كادر مؤهل وتحت إشراف الدولة لمنع تعرض الطلاب للأفكار المتطرفة باسم الدين ولأننا نعلم أن وسائل الميديا انتشرت فهي تؤثر سلبيا على العقل فيكون بسببها داعش والإرهاب وغيرها وأن تدريس الدين مهم لأن القوانين في اليمن تسن وفق الشريعة الإسلامية وكذلك يجب تدريس الدين لنحافظ على هوية الإسلام الذي هو دين التسامح ودين السلام والمحبة ونتعامل بهذه الصفات بما بيننا وعن نشرها في المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر